السيام جنة السيام جنة موعدكم كل يوم مع مجالس الشريعة على أمواج الحياة الفام السيام جنة أعوذ بالله من الشيطان الرجيمي بسم الله الرحمن الرحيم وبالله ثقة وستعين وأصلي وأصلي مع المبوثي رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى ألي وأصحابي أجمعين مستمعين الأكارم مستمعاتنا للفضليات أهلا وسهلا ومرحبا بكم تقبل الله صيامكم وقيامكم وجعل طاعتكم في ميزان حسناتكم حلقة ثانية نواصل معها مع خلق الأمانة في هذا الشهر المبارك ونستضيف فيها شيخنا سطيب الغزي الإمامة جامعة وقبة بن نافع مرحبا أهلا وسهلا سطيب السمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم في هذه الحسة الرمضانية حول خلق الأمانة كذلك ينشط معنا ويؤثث هذه الحلقة سريضة الخلادي إمام جامع البي مرحبا سريضة مرحبا بك شكرا سيشيد لي برك الله فيكم هذا يعني برنامجنا صيام جنة وهذه الحلقة سيشيد لي موضوحها مواصلة لموضوع الأمانة وراء المصدح كذلك ينشط هذه الحلقة شادي العزوزي إمام خطيب جامعة اللطيف من صفاتي الرسل هي الأمانة وإذا تحدثنا على الأمانة فلا بد أن بالضرورة يقفز إلى أذهالنا الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى أنه اشتهر بالصادق الأمين وهذا قبل البعث صورة عديدة جدة لا يمكننا أن نحصيها عن أمانة سيد الخلقي الذي سماه البعض سيد الأمنا فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل تمرة ربما سقطت وهذه في بيته لا يأكلها ربما شك فيها أنها من الصادقة فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو في بيتي فأرفعها لأكلها ثم أخشى أن تكون صدقة أماناته صلى الله عليه وسلم عديدة رد الأمانات إلى أهلها عند الهجرة وهذا موقف غريب من قريش قريش التي كانت ترفض دعوة محمد صلى الله عليه وسلم من من جهة ثم من جهة ثانية لا تجد أمينا تودع عنده أمانته إلا محمد صلى الله عليه وسلم كذلك أن سيد الخلقي رد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بلغ جميع ما أمره ربه بأن يبلغه ونصح للمسلمين حتى أنه يسمى مبلغ الرسالة ومؤدي الأمانة ونحن ندعو لرسولنا صلى الله عليه وسلم بأن نقول اللهم صلي وسلم على سيد محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة صلى الله عليه وسلم فهو سيد الأمناء بصفة عام كذلك الأنبياء عليهم السلام عرفوا بأماناتهم كسيدنا نوح وسيدنا هود وسيدنا صالح وكذلك سيدنا موسى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام مساء دوائر الأمانة أريد أن نقف مع الصير دوائرها مازالت متاسعة أخذنا في الحصة السابقة مجالات متعددة ماذا بقي من مجالات الأمانة السطيبة؟ يعني الأمانة عديدة عديدة الجوانب ومتشاعبة بمعنى كثيرا وهي شديدة الاتصال بواقع الناس في كل زمان وفي كل مكان يعني إخلالات الأمانة منها على أهميتها هي بمعنى عديدة من أهمها هو تعطيل الأمانة هذه تماما بدعوة بعضهم ربما أنها لا تتماشى مع العصر ومع حاجياته والعصر أنها تأخذ فيها الدنيا غلابا والدعوة إلى الأمانة يعني نوعا عند بعضهم من الضعف ونوعا من الاستسلامي والإنسان معناه مطالب بأن يتحدى جميع الحواجز وجميع الصعوبات وغير ذلك من الهراء الذي نستمع إليه ويردده ضعاف الإيمان والجهلة من إخلالاتها الاستخفاف بها وعدم المبالات والنبي صلى الله عليه وسلم اذكر هنا حديث هام جدا هذا الحديث يرويه الإمام مسلم وغيره عن حذيفة ابن اليمان فلنستمع إليه بتدبر اش قال سيدنا حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال في جذر أي في عمق وقلوب الرجال يقصد الرجال أي الناس ذكورا وإناث ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن ما علموا وعلموا من السنة ما علموا تعلموا يعني الدعوة إلى الأمانة والدعوة إلى آخر شفت بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عن واقع الأمة ثم حدثنا عن رفع الأمانة يعني الأمانة تزول يجي وقت من الأوقات الأمانة تهمش وتعتبر ضرباً ظروب البساطة والساذجة فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه على السرعة ينوم ينام يستيقظ الأمانة تزول فيظل أثرها أثرها مثل الوقت الوقت هو الأثر اليسير قال ثم ينام الرجل فتقبض الأمانة من قلبه أي تزول فيظل أثرها مثل أثر المجل والمجل هي البقعة اللي تتحرق وليس تطبع لها مسخون نفط نفط وتولف ضاوية ثم إيش قال قال كجمر بحرجته على رجلك فنفط فتراه منبتراً منه فارغ وفيه ماء وليس فيه شيء ثم قال ثم أخذ حصاتاً صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فدحرجه على رجله أعطاه المثال قال بعد فيصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقالوا إن استمع إن في بني فلاناً إن في بني فلاناً رجلاً أميناً يعني أصبح بلوجه على شكور الأمين يعني إشارة إلى أن المجتمع خلت منه هذه الصفة حتى أصبح المجتمع فلان الأمين يشار إليه بالبنا يشار إليه ويفتش عنه وربو ما قد لا يجدونه حتى يقال للرجل ما أضرفه ما أعقله وما في قلبي مثل قلبي حبة من خردل من إيمان يعني يرتفع الإيمان حول لقوط اللي بش نزوجوه ولا نزوجوا منه واللوجه على ثقة اللي بش نشاركوه واللي بيعوله واللي مش نشريه منه واللي مش المعلم اللي أنهو طوام هو اللي هو هكي هو المعلم نختاره الولدي ولا البنتي بش يقري أنا هي المدرسة اللي مش يقرأ فيها ولدي ولا بنتي يعني علاش لأنه ثمة ثقة اهتزت واختلت بسبب منها ضياع الأمانة وبسبب رفع الأمانة النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه واضح ويؤكد للناس بمعنى على هذا المظهر يعني اختلالات الأمانة بمعنى عديدة هي الإغراءات هي اطمع هي منها الجشع اللي يحمل الناس على جمع المالي بأي طريقة كانت فيبيع كلمة ضميره يبيع ضميره منها يبيع أمانته و منها منها ويشتري بأيات اللي يعدي ثمنا قليلا يعني و يحاول بمنها أن يعبث بضمير الناس يستيب مثلا أعطي مثال أكثر مثال في وقعنا المعيش هل يمكن بسبب الفقري أو بسبب الحاجات أو بسبب يعني قلة الحيلة أن الإنسان ربما يتخلى عن الأمان خاصة الأمان المدية خاصة الأمانات اللي موجودة قال لغال بس طيب أقول لك مثلا أحنا في الحصة الفارطة أخذينا أخذينا مثال مثال دي قال لغال بس طيب أنا أقول لك ما ينجم يعني بسبب الفقري بسبب الحاجة هل يمكن أن يكون هذا مبررا ليتخلى الإنسان عن أمانته القيم الإنسانية الفاضلة وعلى الأخص القيم الدينية السامية الرفعة ليس فيها مساومة وليس فيها لا أقدر وليس فيها بمعنى أعجز ولا مبرر يعني لهتكي يعني هذه الحرومات لهتكي هذه القيم منها للعبث بها منها لإهمالها مهما كانت من الأسباب يعني أشقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس قال له بمعنى استعن بالله ولا تعجز هاي استعن بالله ولا تعجز يعني ما يعجز الإنسان يولي يولي حل لما حرم ربي سبحانه وتعالى ويعرض هذه الأمان يعني كيقول لك الصيبانة من نجم نقدر كان على قرض ريباوي ما نجمش أنا نحب نعمل دار الله غال إنتي تقول لي من هنا أمانة وما تنجم كيف يمكنني أن أتعامل في هذه المسائل الضغوطات كثيرة وأنا يعني لسا كما يتحدث كثير من الناس ضغوطاتهم كثيرة يعنيها الناس الأمانة في العمل كيفاش أنا أمانة وخاصة وخاصة نحن أنا في شهري رمضان يعني حب نعطي بالمثال الدقيق يعني أنا كيفاش نكون مثال في المصنعة متاعي أنا نقول لك النجم نصلي الترويح ونقوم ونقوم صلة الصبح وبعد نمشي التسعة والعشرة والعشرة الصباح للعمل متاعي هل أنا هنا أنا أمين وإلا منيش أمين أنا في العمل المتاعي المقابل المادي ما يكفينيش إلى غير ذلك من الضغوطات كيف يكونه أمينا في عملي مثلا طيب أسمع ليس لدينا في الإسلام هاكي المقولة اللي متجذرة وفينا على مراد الله الغاية تبرر الوسيل هاي هالمكيافيلية هذية يعني هذي فلسة من الأوروبية منها غربية لايكية تماما مش إنتعى الإسلام ما عناش الغاية تبرر الوسيلة عن الحالات الاضطرارية منها القصوى يعني هذيك المريض منها يفتر في رمضان والعاجز على الصيام تماما بمعنى يفتر يفتر و يخرج الفدية يعني ولا 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 يقضي من بعد يعني منها ثم ثم ترخيص الترويح طوى الترويح بش نعرف وقيام الليل هو من فضل الله ما هوش فريضة هو سنة باي والسنة هذي رأي تتحقق ب ملحطها بركعتين فقط مش وشارت العشرين بركعة وشارت بش يقع التساعتين في الجامع وشارت بش ملحط يصهر ياسر ويقوم ممخر ويمشيش بشغله بالضبط هذي النقطة العامة الشغل واجب واجب مناه فردي ثم واجب مناه وطني واجب ديني وواجب وطني ثم فيها أمانة بينه وبين معناه اللي يخدم معاه اللي مناه صاحبك العمل صاحب الشغل هذاك يعني زاده هو وثم هو بش ينفق على أسرته وبش يوفر معناه الحاجات الضرورية بش يوفر لهم معناه العشاء امتاعهم والصعور امتاعهم ولذلك يعني هنا في الحالة هذه ما نعرفه نحن من من المظاهر بتاع الترخيص او في الافطار في رمضان كما المريض والحامر الى خيره والمسافر زاد القايم بأشغال شاقة بأشغال صعبة وهو ليس له مال معدوش ماورد رزق لذاك وليست له بإمكانيات معناه إذا لم يشتغل فإنه لا يأكل يولي بمعنى يولي يشتغل معناه ليأكل وليستقوي بذلك على الصيام على عبادة الصيام وعلى شيء من القيام ولذلك هنا المسألة ترجع للإنسان للفرد كما قلت يمشي يحلل معناه الربا ويحلل القروضات ويقول ما وجدتش هذه كزادة موفاها معناها فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه يعني هنا يعني إشكون اللي قال هذا قال ربي سبحانه وتعالى وليوضح هذا بمعنى هو النبي صلى الله عليه وسلم ثم العلماء يعني وضحوا أن الضرورة تقدر بقدرها وأنه من يجوز لصاحب هذا الشغل الذي ليس له مال زيد على الحاجة بش ينفق على من أموره ضرورية في رمضان أن يفطر فرد مرة أن يفطر يعني خلي عاد ندخل في مسائل الربا ومسائل الخروضات ومن يتقل لها كما قال تعالى يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يعتسب ولذلك ربي سبحانه وتعالى يسر على المؤمنين وربما ربي سبحانه وتعالى يسر أن بعض العلماء المعاصرين المسلمين منها اللي يجتهدوا واللي عملوا منها ربما منها حل ولو هو حل وقت نسبي هي هكا البنوك الإسلامية هذه اللي تتعامل بدون ربا بدون قروضات ما تعطيش قرض وإنما تتعامل بالبيع المرابحة على الأقل هذاك هنا وما خلص ما خلص في هذا فما حديث آخر يتوسع في مستوى الأعمال مختلفة يعني الأمانة عند الأستاذ الأمانة الموظف بصفحة بصفحة الطبيب الأمانات أمانات كل من هو يعني مسؤول على أعمال نحن لما نتحصل على العمل الأعمال يعني والوظائف والمهن يعني متعددة من من أعلى الوظائف والمسؤوليات يعني وظيفة إدارة شؤون الدولة إلى حتى الصانع أو الحرف البسيط هذك اللي يصلح في حاجة أو ينتج في حاجة معينة أو يخيط هذك في المعمل في حاجة معينة أو يعمل في أي إن كان هي أمانة العمل هذك متاعه أمانة أؤتمن عليه يلزم يكون يتقنه يتقنه بالطبيعة يعني اتقوا الله ما استطعتم يتقنه بالمستطاع لكن وجوبا عليه أن يتقنه أما إذا تخل وهو يعرف إذا تخل في الخيانة والخيانات كثيرة في الميدين يعني الوظيفية والأعمال والحرافية الخيانات يعني متعددة وصورها كثيرة هذا اللي يخوف عندها تفتقد الأمانة وتولي الناس يعني في دوامة الخيانة الخيانات التي لا نهاية لها سلي ذا إن الحب لأكدلك على نقطة هامة اذكرها بكري ستطيب عليش إحنا نبحث على الحرافي اللي قال عليه ستطيب بكري ثيقة واللوجه على الحرافي اللي بشديبه لدارك باللي فلان فلاني من حيما غير منذكر حتى حرفة من الحراف فلاني زعم يتقن للعمل متاعه ثم هل هو ثيقة إلى غير ذلك ثم إحنا أكثر من ذلك تلقاك واقف بحذاه تشوف في العمل متاعه يعني هنا إنتي تبحث على أمان ولا تبحث على إتقان في العمل إلى غير ذلك أولا سبحان الله وما أجمل المثال اللي ذكرته سيشاهد لي في أنك أنك تقعد واقف بحذاه باش ما يغشكش باي السببب أنك أنك أنت واقف بحذاه والسبب اللي أنت معناها قاعد تترقب فيه في بالك باش ما يغشكش هو ضعف الإيمان بضبط هو ضعف العقيدة والشريعة فيه مفهمة الحذوعية تشفيف المنابع هايش عاملة تشفيف المنابع في الأمة هايش عاملة تشفيف المنابع في الأمة عاملة طلعتنا ناس لا أمانة لهم يلزم كتحرص أنت وتاقف وتتعب وتجهد نفسك باش تتحقق المصلحة متاعك وما تتزلمش متتزلمش من غيرك لأنه بتعبت الحال اعتداء على المال هو من الخيانات أما الإنسان المؤتمن أعطيته اخدم لي الحاجة هذية انتهى انتهى نحنا نعرف قبل سليظة بلي سامحني قبل ما تتواصل في المواقع نقديم شوية طيب لحظة قبل ما تواصل كنقول لك سليظة أنا نحب لاخدام لك قد فلوسك هل هذه أمانة وانا عارف نقطة في أي مجال من المجالات الحرافية خاصة للنقطة هذه وانت بعد تروح للدار الحاجة اللي شريت هذيك عارفها اللي هي ما يشي يعني متقنة أو هو خدملك في الدار وانتو من لول اتفقتوا على الجانب المادي لكن ترى ثم إخلال رقم أنك يعني بلغتنا ترى ثم غش سيد هذا ثم مبرر هو وقت قد فلوسك هل كان أمين في النقطة هذي هل هو مبرر اللي ذكر وتفضل سليظة يا برك الله فيك ربما أنت عطيت مثال الصناعي البسيط نحن 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 التكالب على المال اليوم يخلي أنا مش نسمي نوع من أنواع الوظائف وإلا مش نسمي وبطبيعة الحال الأشخاص الاستحيل ولكن يعني ألمح إذا كان يكون مثلا شخص كما أقول يقوم بوظيفة ما ويبتز في الناس يبتز فيهم أنا من علمكم الحاجة هذه إلا ما مش عارف أنا نمنع عليكم المعارفة هذه وما تخذوها إلا هذا موجود ما غير من أن ربما حرفة من الحرف أو مهنة من المال قد يفهم مش نوعناها الكلام واضح سفه حد من الصالحين لأن في كل عمل سوى في الأساذة سوى في المحامين سوى في الطب في كل عمل فما أمناه لكن إن خافوا منه هو أن يسقط الناس في الخيانات في أي ميدان من الأمانة في أي ميدان من الميدان أنا نحب أن أشير إلى حاجة أختم بها الفهم داخل بسرعة هي أن لما الدولة امتهت عملت إحصاء للرشوة عملت إحصاء للرشوة في البلاد صنفت شكون أكثر الناس يعني يعني اللي ياخذوا الرشوة هي خيانة أمانة غير منقول لكن انتشارها وكثرتها دليل كما قلت لها ضعف الأمانات وضعف الدين في الناس ورأي موجودة في كل القطاعات تقريبا في مست كل القطاعات ما يدين وهذا الذي نحذر منه حتى لا نسقط في يعني يعني يسقط المسلم في الإث فضل صيد والله تعليقا على ما سمعت إليه الآن وكنا قوله قلت بكري الغاية تبر الوسيلة هذه تجذرت في مجتمعنا بكيفية كبيرة وعند الرجال وعند النساء الكبار وصغر بحي ثم بمعنى ترتب عليها عدد حاجات ثم ما قولها تقول رزق البيليك أي رزق الدولة يعني فما ناس اليوم منها بطبقة العامة وحتى موجود من يدعون أنهم ثقفين ولا حاجة يقول الحاكم رزق الحاكم هو رزق البيبليك البيبليك هو البيبليك متاع الشعب هذاك رزقنا نحنا ولهذا يحل بكل شيء يحل بش يستعمل السيارة يستعمل الأوراق يستعمل الدواء معناها من أسبطار يتهزل الديار معناها معناها متنوعة معناها ويراه بكل ارتياح وأن هذلك وأنه هو مواطن وعلى الوطني معناها حقوق له وعلى الوطني حقوق له يراه هو بإجتهاده الخاص وأنه كل يأخذ فيها ويخرج قبل الوقت ويجي بعد الوقت ويتمارض ومش صحيح وبعد تالي يمشي قبض الشهرية كاملة هذي خيانة كبيرة هذوين الأمانة متاعك أنت يا أخي إذا عندك حقوق سلبها لك سلبها لك يعني طالب طالب بها احتج يعني اعتصم عبر عن استنكارك عبر عن منافد كذا ادخل في منظمة نقابية وغيرة ودافع عليك وانت بمعنى تستعين بها ثم عديد الحاجات وجميع وعديد الوسائل وكل إضربات الإضربات أسمع إذا الإضربات هذيك يعني فيها أخلالات كثيرة وفيها عبث بالأمانات وفيها تضييع مصالح الشعب الشعب تلامده شنو ذنبهم يضرب عليهم الأستاذ ولا المعلم يعني إيش كون ذنب باي ما هو مش خالص في حقه هك المعلم ولا الأستاذ ولا الموظف هذيك المواطن شنو ذنبه يجي يلقى الطب المضربين والممرضين مضربين ووسائل النقل معناها مضبرية كنو دخلوا في مسألة الاحتجاجات هذه يا أخي ثم وسائل أخرى هي دول أخرى يعمل الشارع معناها في دول أسيوية ما يعني وما يبطلش ما يعني في الصين وفي اليابان وفي عديد الأشياء وما يعملش بمعنى خطرة ذا يتكلف أشكون اللي مش يتضر هو المواطن مش مش الحاكم متع البلاد يعني هو يعني هكا يعني ولدك وبنتك أنت هي اللي مش تتضر معاش تلقى معناها مدرسة قريبة منها معاش تلقى طريق معبد معاش تلقى مستشفى يعني فيه الوسائل الكل متاع العلاج ما هذا ملأ يذن هذا رزق البليك وهو ذكا حلال ثم الإتقان في العمل يعني ما نغش نافع ليس مننا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن الله يحبه إذا عمل أحدكم عمله أن يتقنه اللعب لا مش على قد فلوسهم سمعني هذية مثلا شكون يقدر قدر فلوسه يزم أولي الأمر ما نقوله الأمر والحكام والدولة هي اللي تقدر لك شهريتك أنت يا معلم يا أستاذ قداش وإلى يا طبيب في مستشفى مش هكا مش يقدر فلوسه معنا تولي وقتها الفوضى بحق ويولي التبرير تبرير الظلم وتبرير معناها العبثية في المجتمع فضل مستمعين الأفاضل نعود بعد هذا الفاصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا أيها الأحبة الأفاضل مع موضوع هام هو الأمانة هل تعتبر الشهادة من الأمانة السطيب لعل البعض يجد حرجا في الشهادة قد تتسبب له في بعض الإشكاليات سواء في عملها أو خاصة في علاقاته الأسرية أو الاجتماعية برشة الناس طيب قلت بالله سيابني ما نحبش نشهد سواء في المحكمة أو حتى في العلاقات الأسرية والاجتماعية سيابني يهديك قد تكون فيها نوع من أنواع الإحراج ممكن تسبب لي إشكاليات إلى غير ذلك لو تتفقص طيب فتوضح المسألة هذه هل الشهادة من الأمانة بكل تأكيد الشهادة بمعنى من الأمانة والشهادة بمعنى عنصر رئيسي فيها وأساسي ورب العزة بمعنى نهاء عن كتمانها وعن الامتناع من أدائها عندما قالوا لا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه وشهادة بدون شك ما تكون كان عن علم ومن أجل الحفاظ على حقوق الناس يعني خاصة إذا تعينت على الشخص قد تتعين على الشخص إذا كان هو الوحيد الموجود فكل موقع حادثة هذه المشيئة الدفاع الشهادة وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب منح أفضين إذن كما قلت بمعنى تحفظ حقوق الناس تحفظ دماء الناس تحفظ مصالح الناس في هذا وهي بمعنى الإنسان كان حاضر فكل العلاقة هذيك بين متبايعين بايع وشاري وإلا بين صاحب دين واحد وإلا بين كاري محل وإلا بين صاحب المحل وإلا بين شغل أجير كونه خلصوا ما خلصوش يعني هو أمانة ينبغي أن يؤديها ولو أسمع هكاك أسمعني هذه الحرج وهذه الحشمة هذه بمعنى ليست لها ليست أسباب يعتمد عليها ليست تعلات بمعنى يمكن أن يأخذ بها الإنسان بمعنى ثم حقوق عامة ثم مصالح منها مش الضيع منها للناس ولذلك الإنسان هنا يصبر ونزدنا نقول ثم حويجة أخرى القوانين الوضعية ري قد تعين إذا كان القوانين الوضعية عادلة وتوضع بأحكام يعني ري تحفظ حق الشاهد باش يمشي أدها وكما تقاوم المزور اللي باش يجي أده معانا شهادة تزور وهو أكبر خيانة يعني في ذلك يعني كما أداء الشهادة بحق هي أمانة يعني كذلك أداء شهادة زورا وبهتانا هي أكبر خيانة في هذا الباب أما شنو ديمة الصبر يعني ينظم الإنسان يعني يصبر على الأذى ويصبر على هذه الصعوبات هذه ويتغلب عليها بشي من الحنكة وبشي من التفكير الراجع وبشي من الاستشارة زادة ما خابة من السخار ولا ندمة من استشار شبينا نستشيره أهل الذكر في الباب هذا كذا أنا مش نأدي الشهادة هذه ونحفظ نفسي يعني من ربما من الانتقام من الناس الذين ما نشهدت عليهم فضل سيد الله وبرك الله فيكم ومعني منظيف على ستيب إنما هي بعض إشارات فقط يعني نحن نحب يعني الشهادة اللي نحن حكينا نحكي عليها تاوى أن تكون مفاعلة شهادة الحق وشهادة الصدق وشهادة اللي هي أمانة أن تكون مفاعلة بين الناس في أبسط الأمور يعني شهادة علاقات وسرية شهادة بين الوخيان أي بين الوخيان شهادة بلايس لحظة شهادة يصرع فيك على فلاء أنا مش ندخل نعم أنا مش ندخل في المسائلة عشقوطك أنا مش ندخل لمسألة الشهادة أكثر في عموم الناس اللي هي تكون ماذا في علاقات وسرية أي في العلاقات وسرية في تزكية شخص أو في ذمه ممكن ذمه لكن بالنسبة للذم إلا المجاهر المجاهر بالفاحش هذا يذم فقط غيره لا يذم أن يكون تسكت عليه تسكت لا أعلم أما المجاهر تذكره بتذكر الزم في شهادة أن تذكر الزم في هذا لا تشاركه إذا كان عندك شراكة مالية بلايس لحظة الحب المسألة أعمالي فلاني جاي يخطف في بنتي في بنتك أو شركة مالية وانتي تعرف السيدة ذاك ما هوش أمير يانا يا سليدار كيف نقول لك ربما أقع في إحراج يقول لك يا سليدار فيه عيب فلاني ولا في كذا ربما يا أخي ما نحب كيف نقول لك ما نعلم كيفاش مش نصرف وانا أعرف الفلال فلاني يذك ربما سفي ربما يضيع الماء كيفاش السيدة ذا مش أدخل معها في شركة أو نقطة ثانية كيفاش السيدة ذا ممكن تكون عندي علاقة مصاهرة هو بالنسبة سبحان الله أنا أذكرت فيما أعلم أن المجاهر هو فقط اللي نقول عنها وسيد طيب أعلم مني في النقطة هذية ينجم يوضحها أكثر إلا المجاهر نعرف أما سيد طيب يقول لك فكرة أكثر نعود وما شاهدنا إلا بما علمنا العلم والمعرفة مش هو الظن يعني والإنسان هذية يعني متأكد من هذا وقع معايا أنا في أخلاقه أنا أنا متطلع عليه كما ينبغي يعني زادة من هي كيجي إنسان من هي يشاورني ويسأل عن كذا فهمت يعني أنا مش نقول الحقيقة هذيك اللي نعرفها ما نزيدش عليها وما نهولهاش كما هي من هي إيوه علاش على خطر باش ما يغترش هو وبنكون أنا بما أنا غشيته إي 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 حدث منه كذا أي ما أسمع هذيك الستة حالات متاع الغيبة الغيبة هذيك من جملة هذية ما نها استفتي تظلم ما نها فبتوها من نوع هذي ما نها عرف فلان الأعرج فلان الأعمى فلان كذا يعني تظلم شي تنشكي للحاكم ما نها فانتي فلان كذا ضربني كلالي فلوسي ما نها قلبني ما نها مثلا تظلم بحيث بحيث الإنسان ما يوسع ما يزيد يعني ويعطي وقتها زادة ما نمشيش واحد ندقه على الباب ونجي نقول فلان رد بالك رمو أنا ما تعطي بنتك الفلان فلان يعني خلي أحد جيني إيواء لما تسأل الصيب أنا لما أصل لما يجيني هذا وإنا ننصح ومنزيد ومنوسع من الأمور هذه شهادة شنو الأخر في الشهادة وفي الشهادة قلنا بينا مثلا شهادة في مساء الأسرية في الزناء شهادة في الزناء في الزناء واحد من أكبر المصاب ما لا شنو من أكبر المصاب الموجودة في مجتمع متاعنا أن نفضح فلان بل بالعكس أحنا في مجتمع متاعنا ولينا نعير فلان فلان بل بالعكس فلان ود فلان ولا حول ولا قوة أم وكذا يود فلان الفلان وهذه أصبحت جارية على ألسنة المجتمع متاعنا يعني ولينا نقطع في الناس ولينا معنا نتهم في الناس من غير حتى دليل فلان فلان بيه المصيب الفلان يعني نتهم الناس بالزنا ونتهم الناس بأعراض لمجرد ربما وحنا لمجرد ربما خرج كذا يعني شبه نقطة الاستفاهم إلى غير ذلك تفضل سليظار وتوضح المسألة برك الله فيك ربما مسائل كثيرة ومسائل عديدة في موضوع الأمانة والشهادة ونأخذ مثال الأخ المؤتمن على أخواته أنه يشهد بالحق أنه ويحقق معنى الإئتمان هذا أنه لما يشهد بالحق أنه هذا ما ترك أبوه وما ترك أمه في الميراث هذا هو الواقع الذي هو موجود أما أنه يعني يغل يخبي يغل ويعني يخفي ما هو يعني حقيقة ويشهد قد يشهد حتى قدام الحاكم يشهد هذا هو الموجود فهذا بطبع من أكبر الخيانات يعني خيانة أخواته خاصة البنت والله العظيم الأخت يعني والله العظيم مواقف مخزية لعلكم أنا ذكر أنا أنا نذكر حادثة بطبع أنا أنا نذكر حتى حد يعني كأشخاص ولكن نذكر حادثة اللي وقعت في في طبيعة يعني زمن معين في مكان معين كان الناس ما يعطيوش الميراث للأخت بالكل للأخت وأخت ما يعطيهش ميراث أش عمل هذا بش يزور الميراث تخلي الحاكم وقدم مرته اللي هي هي أخته هاي هي مرت ورا أختي هاي مش تتنزل لي وجاب بطاقة أخته أعطاها المرت قال أختي أعطيني البطاقة أخذها البطاقة أخته أعطاها المرت وداخل مرت اللي هي أخته وتشهد شهادة باطلة شهادة خيانة قدام الحاكم اللي هي تنازلت على حقها الخوة في الميراث وهذا بطبيعة الحال يعني من أكبر المصائب يعني اللي ربي سبحانه وتعالى أعطاه لكل ذي حق حقه وهو لا من أعطيش الانسيب لا موجود هذا سواء في البيدي أو سواء حتى في المدن موجود الشيء هذا فهذا بطبيعة الحال صورة من صور الخيانات فيما ربي سبحانه وتعالى أتمنى عليه طيب الحب وأنت تلتمس المجتمع عندما يتوفى الأب ويترك يعني الإرث في العادة وذي دي ما جيكم من وتتسأل في العادة التركة لا تقسم في العادة يعني الأمة لكن هي موجودة تستولي على التركة ويتنازل الأبناء على تركاتهم استحياء من الأم الأم لش كون تعطي يسطيب روي يقول لك راي الأم راي تعطي البنت الفلان الفلانية وولدها لما يخدمش وما تعطيش ما تقسمش تقول لهم البقية القسمة حتى ينموت أنا ظن أن منها أنها بتلك الطريقة ستجمع العائلة روي إشكاليات كثيرة موجودة في المستمع عمتان هل برش يجيونا ويقولونا كيفش نجمو ونتصار أنا أمي ما نجمش نعدها لكن في نفس الوقت أمي راي ماخذ الميراث الكل وتوزع فيه بالطريقة اللي فيها يعني العاطفة أكثر من العدل الإلهي لأمره رب كيفش يتصرفه في النقطة هذه العدل الله برك الله فيك هو مقدم على العواطف سواء كانت أم ولا كان أب ولا كان منها رحم يعني يا ربي سبحانه وتعالى ما هيش منها الأم منها حرة في الميراث متاع زوجها كيتوفى وما تجمش منها تعطي الشخص وتمنع شخص آخر يعني يزم هنا العدل ولذلك يعني يقدم العدل على على الاستجابة إلى طلب الأمهات وإلا الأبا ولا العملية العكسية ثم ناس اليوم معناها كما قلت أنت يتحرج يتحرج يقول كأن خاف من أم من مخالفة أبوه ولا مخالفة أمه بلش تدي علي بلش تتخشش مني لا الدعاء بالعكس الكثير من الأمهات في المجتمع الجديد هذي معناها هن متجاوزات لحدود الدين سواء بطريق مباشر ولا غير مباشر سواء عن جهل وعن استسلام منها للأعراف الفازدة وللعادات الفازدة والتقاليد الفازدة اللي يحرموا الطفلة فرض مرة من الميراث أو منها هي تستعمل في عواطفها فيتميل الفلانة لأنها فلانة ضعيفة ولتميل فلان على خط ما يخدمش الضعيف هذه النقطة ما يخدمش تعطيه الكل هذه اعدلوا بين أولادكم ولو في القبل ثم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثين الباب تسكر بهذا ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولا نتجاوز حدود ربي يعني في كتابه وفي سنة نبيه على هذا النحو أشي يلزم يعني يلزم تتقسم التاريكة ألحق الفرائضة بأهلها هكي قال صلى الله عليه وسلم ولذلك يلزمنا نستجيب للمبدأ كيف مات البو وخلى بمعنى الأم وخلى الأبناء نعم يجب يجب معنى الاستجابة إلى أمر الله في تقسيم التاريكة والأم موجودة ما تقولش لا هذه موجودة وتولي هي تعطي من الميمين والإيصار وتفرّتك هذيك مش حقوق أنا مشيش لبعيد يعني المصروف متاع الفرق ولا متاع الأربعين هذيك أحرام لأنه تبذير لشكون للأموال متاع الولثة الولثة فيهم القصر فيهم الوليد الصغير اللي مزال مزاك التوليد فيهم اللي قاعد يقرأ يعني يلزموا مصارير فيهم المريض فيهم المعاق اللي يلزمهم كذا والأم تحل منافع العريض وتصرف الملايين بك الفرق هذيك باشن هو معلش بمجرد مانا إنسان مات مانا انقطع عمله إلا من ثلاث خلانا كانك ثلاثة هذوك أما الأخرين كل المال متاعه يتحول إلى الولثة ولذلك مانا هي حتى هي تجيش تعمل تجيش تأثومن متاحها في رجلها تقول مش نعطيه الولدي هذا لا يلزم العدل اعدلوا بين أولادكم ولوفور القبل إنما هي حية هي حية تعطي تعطي حوجات بسيطة فما واحد قليل منهم باش تمدلوا مناها كذا باش فها رمضان هذي يصرف مثلا ولا فيها العيد هذي يلقى باش يشري وقاله باش يخلص فاتورة الماء ولا تخلص فاتورة الضو على خطره قليل على خطره محته وعلى خطر خواته مثلا متززين هذي مأمح أما هذا الزامن كذا الزامن يس طيب شنو يو دي الغلة الكل معناها الكراوات مثلا وذي دي ما تتجي أسرة تقول لك نخذهم أنا ونتصرف فيهم ثم الاخر يجي يقول لك أسيدي أنا صحيح أنا نخدم لكن أنا نخبر نصيبي نحب نخبر نصيبي لكن إمي ما تحبش كنت تصرف هي الأم هي الأم لم أحرم تماما لا يعني المدخين متاع الكراة المدخين المدخين اللي متاع الفلاحة الغلة متاع كذا الزيتون متاع كذا يعني لا لا هذاك ميراث هذك تقسمه أنا وأشف هذك لابد تقسمه الكراة تقسم نعود الكلاه تقسم وكل شي تقسم. اتبقى هي منها ممكن الحق امتاعها بايها مثلا مش جيت عطيها البنتها كما قلنا وميزتها على الاخرين. مش الثمن الكل لا لا لا. هي هي جزء جزء مثمن عبنها شوية. مش مش تكتب خاطر اذا يمشي في ظن الناس الثمن هو الميراث امتاعها الكل. معنا جيت حطوا في حجر الواحدة. هذا لا يكون. وانما يقولوا تنفلوا. تنفلوا واحد من الوارثة. لانه في احوج احوج من اخواته. يعني ما عدا ذلك يتولي يعني اه اه يولي اعتداء على حكم الله. يولي معناها حكم بما لم ينزل الله بل 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 مقاومة. معنا حكم ربي في الميراث يوصيكم الله. انا كيفاش نتصرف النقطة الاخيرة الصيب انا كيفاش نتصرف كذا كان امي ملزمتني بالمسألة هذه وامي جائرة. الى غير ذلك يجيك السؤال. انا الخاف من العقوقة. هي امي تحفظ الصرف. لا لا اسمعني خلني سمعني نخصك. ما عادش بره ذا. لا طاعة لمخلوق في معصيرا. وانجاه داك يا سوي قل. وانجاه داك على تشرك بما ليس لك بيعلم. فلا تطعهما. هذا برك. فلا تطعهما. وصاحبهما في الدنيا معروفة كفاره كذا وكذا. ما نعتديش على حقوقها ولا كفر الام ولا البوه كفر لو شكون يعرف عليه الى خيري. بحيث هنا المسألة هذه قاعدة تقع توا. ويعتبر الانسان يعني ما انه المال متاع الميراث هو متاعه ويصرف فيه ما انه كما يشاء. لا يا بنتي. انت عندك عندك و عندك سلاساعة اولاد من مرأة اخرى. رجلك عنده هذوك يغموهم. يغموهم. هناك بارك الله فيك سي طيب. يعني زد النقطة اللي اللي اذكرتها السيشيد اللي قلته ربما يخاف يقول لك انا انا خاف موجود. نعكس امي. نعكس امي توليتتي عليه بشر. لا. هو خافة شراء الله. علاش? المطلوب اني تتبع اي سيسها ويبين لها. وصحيح يعني يرفق لها. ما تحبش يا سريداء تقول لك في كثير من الحالات الجينة اللي شوية معها. اييي. تقول لك ما تحبش امي وامي مرأة امية وما تعرفش ولانا احنا اللي خافوا منها. هي ما تعطي الى الواحد الى غير ذلك. هل يقول لك الكلام اذا. هل يقول لك الكلام اذا جاهل. فالحديث. ولا تعتدوا بدعائكم. او جزء من حديث. ولا تعتدوا. يا ام يا ابو. ما تعتديش بدعاك. مانا تظلم مانا. تظلم غيرك. تظلم ولدك ولا بنتك بدعام تعشر. واضح. يعني ملا كيفاجة. حتي ولي خايف. ايه. مانا. ولي هذا ما عاش تسمى عقوق. ما عاش تسمى عقوق. اكاو اكاو. ما عاش تسمى عقوق. فما حاجة اخرى بالله يا سيشادلي. فما حاجة اخرى. فما بعض شباب تقا يخدم السلطة. يخدم مثلا في عمل ايين كان. ويجي البو ياخد له فلوسه. يقول له الحديث. انت ومالك لابك. وين الامانة اللي يبتع البو على ولده. كيفاش مش ينميله هو فكره ينميله ثرته. هاو ضيق. هاو ضيق. ضيق الامانة اللي هنا. استجمعي. هو الحديث هذا معناها فيه معناها لسد الزراع. اسمه سد الزراع. مو واضح. باش معناها معناها انت ومالك لابك. معادش يتكلم واحد. هو لا. لا. الوقت اللي مش هو يظلم البو. وليه وقتا مش مش يضر بيها هذكا. ملقاش باش يوكل صغارو. ومعاش يلقى باش يوكل مرتو. قالوا شنوه البو بمعنى ما يخذ مرأة اخرى. والبو معناها ايه مزل زاية مثلا. ويحب المصروف ويحب يحب 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 يحب. يزم يعطيه يزم يوفي يوفي معنا بهذا. لكن ما هوش الى درجة. ما انا يجوع هو ما انا ويجوع اولاده اللي هما مسئولية قدامه. هو يعطي البو. البو اقتاش نعطيه ما انا وقت اللي يكون في حاجة ربما تنعرفوه هذا ولا. ايه. كي ظل في حاجة. البو ما انا يولي الابناء ينفقوا عليه. ينفقوا على ابو. ما انا وجوب انا. اي اذا كهو. نختم بالعنصر الاخير سريضا. بقيت خمس دقائق فقط. ونحن وجلنا في اكثر من العنصة بالامانة. لكن بماذا تكتسبوا هذه الامانة. نعم هو. كيفاش انا نجم ان الخلق هذا اللي ممكن يقولك فلال فلانة اللي ما جامش نتخلق به. اه لو تتفضل ان انت بس طيب. بارك الله. بس طيب. بالفضل. بالله باستثناء. فضل الصيب. حاجة يعني حدثنا عن الشهادة. ايه. وعن الامانة في الايمان وفي النذور. نعم. في اليمين. نعم. وقد يقول والله يقسم بالله. يعني امانة. كذا الشي يكذب معناه. يعني وقلا في النذر. معناه ينذر باش يعمل. وباش يتصدق لله. وباش يعمل لله. وباش كذا لله. ثم بمعناه يخلف الامانة ويخلف العهد. هذا معهد. هو عهد ربي سبحانه وتعالى. مناه. واوفوا بالعهد. واوفوا واوفوا بعهد الله اذا عهدتم على كل. بالاخرى اوفوا بالعقودة. يعني. بحيث اليمين. معناه اليمين الفاجرة. اليمين الكاذبة. اللي معناه يكل بها حقوق الناس. اللي يقتطع بها ابوال الناس. بارك وتعاله. مش بيكم. معناه شيء خطير. وقاد يقعت هو. الباعة. بمعناه. معناه. اليمين. معناه فيها فيها انفاق للاموال. ولا تجيء در الاموال. لكنها يعني مسلبة حاجة كما هكا للبركة. منفقة للسلعة. مسلبة للبركة. في هذا المعنى على كلنا. مش قد قد النص. اه حبيت هذا معناه بش نقول. الناس اللي يتساهلوا في اليمين. معناه. يبيع ويش ريب اليمين قصد. رأوا اخلال بالامن. بالنقطة الاخيرة. تفضل سديدها. شاهد لي بارك الله فيك. نحن توى يعني يعني وصلنا تقريبا لنهاية الحصة. وسأوجز بما نكتسبه خلق الامانة. المصطفى صلى الله صلى الله عليه وسلم. اللقبة متاع المصطفى هو الصادق الامين. يعني اذا كان انسان يحب يكون امين. ويكتسب يعني خلق الامانة. عليه بالصدق. اول حاجة. هذي كان اكبر حاجة. واكبر يعني خلق. وقيمة من اعظم القيم هي الصدق. اللي وللأسف. ضاعت برشا. قيمة الصدق. وخلق الصدق ضاع برشا. علش. خاطر. هاني نشوفه في التلامذة. هاني نشوفه في الكبار وفي الصغار. عادي جدا بش يكتب. يعني فم دراسات دراسات يعني علمية. يقولوا فيها ان الانسان. هذي دراسة امريكية. يحكيوا على رواحهم. وقد يكون شي يعني قريب نحنا. يقولوا الانسان العادي يكذب في النهار حوالي مئة وثلاثين كذبات. عندهم هذي شي هذا. عندهم في النهار يكذب. في حديثه بصفة عامة. في كلامه. في علاقاته. في مشاويره. في المعدة امتاعه مئة وثلاثين كذبة في النهار. معناها شي مهول. شي مهول. هذا. يعني قصدك انه الصدق هو. هذا طلعت عنيه البرنامج البرنامج هذا. وشفته. وشفت العجب والغريبة كيفاش معناها الانسان. معناها بطبيعة الحال. يعني الانسان المادي. الانسان الكبارسي طيب. يعني الميكيافيلة. الانسان اللي حب روحه. الانسان اللي عنده فلسفة. فلسفة. يعني تسوقه فلسفة مادية. ما عندهوش خلق. ما عندهوش يعني قيم قيم الاسلام. فهذا بتغيير حال. ماذا الى جانب الصدق. طيب. لا. ما عنده حتى حاجة من الصدق فهو غير مؤتما. الثاني هو الوعي بان الخيانة من صفات المنافقين. الوعي ان الخيانة ارى صفة من صفات المنافقين. بقول الرسول صلى الله عليه اذا تمنى خان. فهذا يعني اذا اغدر واذا خان ارى منافق. السالسة بسرعة. تذكر معنى المسئولية والمحاسبة. رامج جي نهار وسيحاسب على ما قال انت مؤتما على الجوارح متاعك. رد بالك. احفظ لسانك. احفظ عينك. احفظ جوارحك. جميعا. اخيرا هي استشعار العواقب المترتبة على عدم التخلق بالامانة. سواء مع الناس. الناس من جين عدوه غير مؤتما. معاش يحبوه. معاش يتعابلوه. معاش يسلفه. سواء مع الله كما اذكرت. يعني ان الله سبحانه وتعالى يعني مش يكونوا. مش يكون يعني جزاء جزاء المنافقين في الدرك الاسفل. لطف. وهذا بتعبط حال غير مؤتما. شاء الله ربي بعد علينا الشر واهلوه. ربي بارك فيك. شكرا سلذا. شكرا سطايب. وصلنا الى نهاية هذه الحصة. تقبل الله صلاتنا وقيامنا. سطايب تختم بالدعاء. شاء الله ربي يتقبل منا جميعا. فضل الصيب. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك. ولك الحمد على موفور افضالك وانهامك. لك الحمد بالرضا. ولك الحمد حتى ترضى. ولك الحمد في الاخرة والأولى. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد نبي الرحمة والهدى. اللهم اننا نسألك بمعاقد العز من عرشك. ومنتهى الرحمة من كتابك. وجدك الاعلى. وكلماتك التامة كلها ما علمت منها. ولم نعلم. ان تصلي وتسلم على حبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وان تجعلنا من احبابي ومن اتباعي ومن انصاري ومن محبيه. يا رب العالمين يا رحم الراحمين. اللهم يسر امورنا وقضي حوائجنا. واصرف مقتك وضبك عنا. اللهم يا من العسير عليه يسير. يسر علينا كل عسير. فانتي سير كل عسير عليك يسير. اللهم اجعلنا من عبادك الامناء. اللهم اجعلنا من عبادك الامناء المخلصين الصادقين. الصادقين معك ومع خلقك يا رب العالمين يا رحم الراحمين. اللهم يسر امورنا واقضي حوائجنا وبدد همومنا واحزاننا. واشفي مرضانا وارحم موتانا. واصلح لنا في ازواجنا وفي ذرياتنا يا رب العالمين يا رحم الراحمين. وسبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والله اعلم. السيام جنة. السيام جنة. موعدكم كل يوم مع مجالس الشريعة على امواج الحياة الفام. السيام جنة.